اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خسارة من بيرمت ودوت بالاضافة لان الجماهير والاضارة صبرت كثيرا على المارتن ودوت بعد الخسارة من سندوز 50 وخروج من بطولة افريقيا ودوت الخسارة من بيرمت في الدور العام ودوت الخسارة من بيرمت في كهاز مصر وطلعنا من كهاز مصر لكن الجماهير علاقت بعد خسارة الأهلي ورحيل مرة من لسلتي قالت أن يبدأ الحساب آخر المنسي مع فعالي الزمن وتحركوا قبل فوات الأوان واحد ثاني قال مع السلامة يا صاحب أكبر فصارة في تاريخ النادي الأهلي واحد قال ما ينفعش في أفريكيا ولا لعب ما ينفعش يدرب النادي الأهلي ولا لعب في أفريكيا قبل كده وده من يوم ما اتغلبنا من سندوينت خمسة سفر والنادي الأهلي صبر عليه وإذا لم يشوه لحد الوقت وغيره قال أن الأهلي اتأخر في القرار يعني ولا أعمل فترة تدريب إعداد بمدرب جديد ولا أكمل في القرار أعتقد أن الأهل حتى الآن وإذا أخذ القرار فإن لم يكن ينفع يكمل المهم دلوقتي أن الأهل والزمائك بتاعله يشتغل صح عشان الدوري أبطال أفريكيا وغيره قال استراتيجية كافش الفدف كشف وليس ستحل أي مشاكل ولا بد من إقالة المجلس بالكامل حتى كابتا محمد ويس في الموجود معي وما يبقاش موجود في المجلس الجديد